اشتركوا في القناة تنصب مفعولين هذا الدرس من اعداد وتقديم محدثكم الأستاذ ناصر ابن محمد آلوذي ماذا سنتعلم اليوم يتوقع منك بعد سماعك لهذا الدرس بإذن الله أولا أن تذكر مفهوم التعدي واللزوم في اللغة العربية ثانيا أن تميز بين المتعدي واللازم في اللغة العربية ثالثا أن تذكر الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر رابعا أن توضح دلالة تلك الأفعال خامسا أن تذكر الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر أخيرا توضف الأفعال المتعدية في التعبير الكتابي والشفهي بإذن الله لنبدأ وعلى بركة الله نبدأ أولا بالنشاطات التمهيدية بداية نحاول من خلال هذا النشاط أن نعرف مفهوم التعدي واللزوم في الأفعال عندما أقول بين نوع الفعل المميز فيما يأتي أي بين نوعه هل هو متعدي أم لازم مع ذكر السبب نأتي إلى المثال الأول فنقول جبنا الرجل جبنا الرجل جبنا فعل ماض مبني على الفتح الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ما رأيك في الفعل جبنا هل هو فعل متعدي بحيث ينصب مفعولا به هل تستطيع أن تضع بعد هذه الجملة مفعولا به فتقول جبنا الرجل ثم تضع بعدها مفعولا به لن تستطيع لذا نسمي هذا النوع لازم هذا النوع نسميه لازم لماذا؟ لأنه يكتفي بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به ومثله كثير كقولك جلس محمد لا تستطيع أن تجعل بعدها مفعولا به نأتي إلى المثال الثاني عندما أقول اكتب الواجب اكتب فعل أمر مبني على السكون كما ترى والفاعل أنت ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أين المفعول به؟ الواجب الواجب هو المفعول به ما نوع هذا الفعل؟ هل هو متعدي أم لازم؟ نقول إن نوع هذا الفعل هو متعدي لماذا؟ لأنه ينصب مفعولا به إذن السبب لأنه لا يكتفي بالفاعل بل يحتاج مفعولا به إذن الفرق بين اللازم والمتعدي أن اللازم يكتفي بالفاعل فلا يأتي بعده مفعولا به كجبنا الرجل وجالس محمد أما المتعدي هو الذي يتعد الفاعل إلى المفعول به وقد يأخذ أكثر من مفعول به واحد فقد ينصب مفعولين لنبدأ الآن في صلب درسنا عندما أقول وجد الطالب العلم نورا وجد الطالب العلم نورا استخرج الفعل فيما سبق وبيّن نوعه هل هو متعدي أم لازم وجد الطالب العلم نورا الفعل هنا هو وجد الفعل هنا هو وجد ونوعه متعد لماذا قلنا بأنه متعد لننظر إلى الإعراض وجد فعل ماضي مبني على الفتح الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة لو توقفت هنا وقلت وجد الطالب وسكت هل يستقيم المعنى؟ بالتأكيد لا لا بد أن تكمل الجملة حتى يستقيم معنى الجملة ويتم الفائدة إذن وجد الطالب العلم ما إعراب العلم إعرابه مفعول به منصوب إذن يكون نوع هذا الفعل يكون متعدي وليس لازم سؤال آخر أتعدى الفعل السابق وجد إلى مفعول واحد أم إلى مفعولين؟ لننظر وجد الطالب العلم نورا وجد الطالب العلم نورا إنها لننظر تعدى إلى مفعولين لماذا تقول وجد فعل الطالب فاعل العلم مفعول به أول نورا مفعول به ثاني نورا مفعول به ثاني إذن تعدى إلى مفعولين اثنين ولم يتعدى إلى مفعول واحد استخرج مفعولي الفعل وجد ووضح أصلهما المهم هنا أن نعلم ما أصل المفعولين هنا ما أصلهما عند النظر إليهما نجد أن أصلهما هو أصلهما المبتدأ والخبر إذن المفعول به الأول العلم المفعول به الثاني نورا والمفعولان أصلهما المبتدأ والخبر أصلها العلم نور العلم نور ثم نقول بعد ذلك وجد الطالب العلم نورا ما دلالة الفعل وجده ما معنى كلمة وجده هل هي بمعنى وجد بمعنى أنه عثر على مفقود كلا الفعل وجد يا بني يفيد اليقين أي أنه تيقن أن العلم نور ما هي أفعال اليقين هل وجد هي الوحيدة في هذه الأفعال كلا هناك عدة أفعال أفعال اليقين كما ترى وجد وعلم ورأى القلبية وليست رأى البصرية رأى القلبية فتقول علمت العلم نورا وتقول رأيت العلم نورا إذن هذه تسمى أفعال اليقين أي أنك متيقن من صحة هذه المعلومة لننتقل الآن إلى نوع آخر من الأفعال التي تنصب مفعولين عندما أقول ظننت السراب ماء الفعل ظن ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر فأين هذين المفعولين لننظر ظننت السراب ماء ظن فعل ماضي والتا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل فماذا نعرب السراب وكلمة ماء المفعول به الأول السراب والمفعول به الثاني ماء إذن ظننت السراب ماء إذن لم أكن متيقنا إذن الظن بخلاف اليقين كما في أفعال اليقين السابقة ما دلالة الفعل ظن من خلال ما مضى ما الذي يدلك عليه هذا الفعل الفعل ظن يفيد الرجحان يفيد الرجحان يعني أنك ظننت ظنن غالبا عليك إذن ماذا يفيد الفعل ظن يفيد الرجحان بخلاف الأفعال التي تدل على اليقين هل ظن لوحدها؟ كلا أذكر أفعال الرجحان ما معنى قولنا أذكر أفعال الرجحان؟ أي ما هي الأفعال التي تفيد رجحان المعلومة لديك؟ لدينا أربعة أفعال ظن وحسب تستطيع أن تقول حسبت محمدا أخاك وخال وهي بنفس معنى ظن خال بمعنى ظن وزعم كذلك بمعنى ظن إذن هذه يبنيه أفعال الرجحان وهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخضر ننتقل الآن إلى نوع آخر من الأفعال التي تنصب مفعولين عندما أقول صيرت البرتقال عصيرا صيرت البرتقال عصيرا الفعل صير ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخضر فما مفعوليه؟ عندما تقرأ صير فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم أين المفعولين؟ البرتقال هو المفعول به الأول لأنك قمت بعصره ثم تحول بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى عصير إذن المفعول به الأول هو البرتقال وقع عليه فعل التصير والمفعول به الثاني المتحول إليه وهو العصير ما دلالة الفعل صيرا؟ بماذا تدلك هذه الكلمة؟ صيرا حاول أن تستنتج دلالة هذا الفعل الفعل صير يفيد التحويل الفعل صير يفيد التحويل البرتقال هنا أصبح هنا إذن تغير وصار من برتقال إلى عصير له ما هي أفعال التحويل؟ هل الفعل صير هو الوحيد في هذه الأفعال؟ الصحيح أن الفعل صير له له عدة أخوات من الأفعال وهي صير وترك وجعل واتخذ فتقول مثلاً تركت الولد باكياً وجعلت الباب مفتوحاً واتخذت محمداً صديقاً إذن هذه تسمى يا بني أفعال التحويل وهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ننتقل الآن إلى النوع الرابع من أنواع الأفعال التي تنصب مفعولين عندما أقول أعطى زيد الفقيرة ريالاً الفعل أعطى ينصب مفعولين فما هما؟ أولاً نحاول أن نعرب كلمة أعطى ما إعراب أعطى؟ أعطى فعل ماضي لبني على الفتح المقدر زيد ما إعراب زيد؟ هو الفاعل زيد هو الذي أعطى إذن ما إعراب الفقير وريالاً؟ الفقير مفعول به الأول والمفعول به الثاني ريالاً فعندما تعطي الفقير ريالاً لديك هنا مفعولان فقير أنت أعطيته وريالاً أنت أيضاً سلمته إلى هذا الفقير وبالتالي يكون لديك مفعولان هل أصل المفعولين في هذه الجملة مبتدأ وخبر؟ لننظر الفقير ريالاً؟ لو قلنا الفقير ريالاً هل هذه جملة اسمية؟ الجواب نقول المفعولان ليس أصلهم المبتدأ والخبر فعند قولك الفقير ريالاً لن يكون معناها صحيحاً وبالتالي ليس أصلهم المبتدأ والخبر كما في الجمل السابقة سواء كانت في أفعال التحويل أو أفعال الرجحان أو أفعال اليقين أذكر الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر نريد أفعالاً تكون مثل أعطاء تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر الأفعال هي أعطاء منحاً فتقول مثلاً منحت والدتي حبي فإذن هنا الفعل منح الوالدة المفعول به أول حبي مفعول به ثاني وهب مثلاً تقول وهبت أخي هدية وكسا تقول مثلاً كسوت الفقيرة ثوباً وسأل هذه الأفعال يا بنيك فانصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر تدربات عامة اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي رأيت الصدق من جات رأيت الصدق من جات الفعل رأى ينصب مفعولاً واحداً مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر ثلاثة مفاعيل رأى رأيت رأي فعل ماضي مبني على السكون التاء ضمير متصل مبني على الضم الصدق من جات الصدق مفعول به أول من جات مفعول به ثاني انظر هل إذا حذفنا رأيت تصبح الصدق من جات هل تصبح مبتدأ وخبراً هل تصبح جملة اسمية الجواب نعم إنها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر تعلمنا اليوم يا بني الأفعال التي تنصب مفعولين وقسمنا الأفعال التي تنصب مفعولين إلى قسمين أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وأفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وذلك مثل علم ووجد وظن وحسب وصير وجعل أي أفعال اليقين وأفعال الرجحان وأفعال التحويل أما أعطى ومنح ووهب وكسى وسأل فإنها أفعال تنصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر إذا أبناء طلاب نكون قد أنهينا درسنا سائل الله عز وجل التوفيق لي ولكم آذى والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد واختلف الليل والنهار وذكره الذاكرون الأبرى اشتركوا في القناة